عمر حمدات في ناس تنشهر على كلمة ما عندوش لمحتوى ولا هدف الناس بتفكر انه صناعة المحتوى هي امسك الكاميرا انا عارف انه شوي المفروض انه اكون ألطف من هيك وكون متفهم بس انا لا مش متفهم ما تفوتوش في النواية احنا نيتنا كتير كانت واضحة توقع انه هذا الموضوع لازم لازم نحكي فيه هل من مصلحتنا انه هذول الناس يموتوا من الجوع؟ جماعة اليوم اليوم معي شخصية كتير بحبها وشخصية بتعمل شغل غريب قليل جدا ما تتعرف على ناس تعمل في هذا المجال هو مجال محاط بالكثير من الأضواء ولكنه بيضل مفضل انه يععد وراء بالعتمة او انا هيك بشوف بصراحة يعني هو دائما الأضواء متجهة باتجاهه وبكل ما يعمل معه وهو اللي بيحمل الكشفات وبيضوي ولكنه يفضل انه يبقى بالخفاء خلف الأضواء معانا عمر حمدات عمر حمدات يعمل ليش بحكي انا؟ انت قلنا شو بتعمل؟ عمر نور اول اشي شكرا لك على الاستضافة وشكرا لك على الحكي بصراحة احرجت ما بزبطش نفوت هيك عشان انا بفوت منحرج لا انحرج انحرج خض راحتك اول اشي شكرا لك كيف حالك؟ حبيب كيف امورك؟ حليلي اياك يا رب باسيكلي انا الاشي اللي انا بشتغل فيه هو ادارة اعمال التالنتس تالنتس مقسمين هاي الفترة لبعد مؤخرا لصناع محتوى ارتستس في كل المجالات المجال جديد بغض النظر انه يعني يمكن صلو ست سبع سنوات بس فعليا المجال بلش يصير فيه حركة وبلش يصير الريل اندستري وبلش كل الشركات يتجهوله وريسنت لي مؤخرا منحكي عن صناعة المحتوى اسست شركة اسمها دي ام اس دي ام اس مختصة في ادارة صناعة المحتوى والفنانيين على مستوى الوطن العربي وقريبا ان شاء الله العالم اه وبس والله هذا هو مجال اكمل عنك كنت يعني اه شو كمان ممكن احكي بنحكي بكثير امور عمر انا يعني يعني كوني صار لي فترة بمجال السوشال ميديا يعني تعرفت على ناس كثير بس من كل شخص قبلته قبلت العديد من الاشخاص يعني مثلا بتقابل شخص بيعمل محتوى فكاهي في كثير ناس بيعملوا محتوى فكاهي بتقابل واحد بيعمل مقالب بتلاقي كثير ناس بيعملوا مقالب بتقابل واحد بيعمل معلومات في كثير ناس بيعملوا معلومات مع نصار لي بالمجال على الاقل تلت سنين مثلا انت تقريبا الشخص الوحيد اللي قبلته اللي يعمل او من القلة جدا اللي يعملوا في هذا المجال مجال غريب نوعا ما انت بتساعد الناس تين شهر يعني انا بساعد الناس بالتوجيهات انهم يقدموا محتوى له قيمة من اكتر الاشياء اللي انا بطمحلها دائما انه كل حدا احنا مدير اعماله يكون عنده رسالة يكون قادر يضيف لمجتمعه هذا المجال كتير حلو الناس اللي صحلها فرصة انها تكون بهذا المجال انا بالنسبة الي ناس محظوذة وبنفس الوقت الناس لازم تكون مميزة لانه هلأ المجال هذا مفتوح للجميع اي حدا بيقدر يجي يفتح السوشال ميديا هلأ ويباليش يصور وينزل محتوى اي حدا بيقدر جيب ارقام اذا كان عنده كاريزما وشخصيته مميزة بس قلة قلائل بيقدروا يعملوا اثر انا دوري بيجي بالتوجيه بالتوجيه من جميع المجالات احنا فيه عندنا كتير نشتغل عليها بصانع المحتوى والفنان مثل كيف ننطور المحتوى تبعه كيف بدنا نضبط البراندنج تبعه الصورة تبعته بحيث انه يكون مختص قبل كانت صناعة المحتوى انه انت بتقدر بس تشارك حياتك تعمل اي اشي تكون شخصيتك مميزة ومميزة عما عم بحكي انه حلوة قد ما هي تكون مميزة لازم تكون اليك ايدنتيتي معينة عشان الناس تتابعك بعد فترة بس بلشي تطور المجال صارت الناس والشركات توجهاتها هنا تتابع الناس اللي تكون في اشي معين تكون اليها اختصاص يكون اليك كاتيجوري معينة ما بتحب الحد اللي بيعمل كل اشي انا بالنسبة الي اللي بنجح هو اللي بيقدر يفهم وين لازم يكون متوجه احنا منساعد بهذا التوجيه من كل النواحي ادارة عمال فنانية موجودة من زمان بس اتطور عليها مؤخرا انه الفنان صار مضطر يعمل محتوى محتوى مرات الفنان هي ميس بيهيف في طريقة المحتوى فبيخرج البراندينج تبعه احنا دورنا انه احنا نساعده كمان يعمل محتوى غير الحفلات والاغاني كمان يقدر يعمل المحتوى المناسب لفنه بحيث ما يخرب البراندينج تبعه عشان يظلوا الناس عاملوك فنان مؤخر وفيه بهذا المجال عدة مشاكل من ابرز هاي المشاكل انه معظم صناع المحتوى صغيرين بالعمر يعني انت بتحكي تمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين اين وعشرين يعني انا لما كنت كان عمري عشرين واحد وعشرين اين وعشرين ما كنت كفاية انه انا تكون شخصيتي بنفع يشوفها ملايين الناس وتتأثر فيه فهذا بسبب مشكلة انه خبرة هذا الانسان في الحياة بتكون قليلة يتعامل مع المشاكل يكون عنده رسالة يكون عنده تأثير فهي مسؤولية كتير كبيرة على واحد بعمر صغير في معظم الحالات خصوصا انها صارت فجأة كمان يعني انا اللي بلاحظه بمشاهيرنا بالعالم العربي انه بين ليلة وضحاها ممكن يصير الكل بدور يشوف شو بده يحكي وفجأة بلاقي حاله واعي في مكان وكل الأضواء مسلطة عليه بتحس ان هذا الشيء بصير مليون بالمية يعني هلأ الفرصة صارت انه يطلع واحد بسرعة صعبة وسهلة صعبة لانه المنافسة كتير عالية كتير ناس ملايين ناس عم تعمل المحتوى قل القلائل اللي بطلعوا احنا منشوف اللي بطلع فمنحس انه بليلة وضحاها بس هذا بيكون واحد من ألف واحد وسهلة لانه فعليا اللي عارف هويته عاره شو بقدر يقدم مواثق من نفسه عنده استمرارية بظل يعمل محتوى وبظل يطور على محتوى اول ما تيجيه الفرصة الحقيقية بتلاقيه ضرب مرة واحدة هو بيكون صار له سنة بعمل محتوى بس ما حدش بعرفه بس مرة واحدة ايجته فرصة او نجح له فيديو لانه عنده هوية باضحة وعارف وين رايح وعارف شو توجهات وعنده كريزما حلوة بطلع كتير ناس تيجي بتلاقي عندهم فيديوهات بتطير وفي ناس على محتوى تافه جدا اشياء مرات في ناس تنشهر على كلمة ما عندوش لمحتوى ولا هدف بتلاقيه حكى كلمة هيك كاتشي شوي بصيروا الناس يرددوها فبتلاقيه ضربة كل ارقامه بس مين الشاطر اللي يقدر يطور ويكمل في ناس كتير تعمل بتطلع بهذا الترنت مرة واحدة بعدين ما بتعرف شو تعمل ما بتعرف كيف تكمل بيه شخصية لطيفة هدا تبع ولك انتشرت في كل مكان الكل بيعرفها بس ما حدبيعرف مين الشخص اصلا مليون بالمية يعني زي هيك اشياء يعني أنا كتير في براسي ناس انشاهروا على أشياء يعني هي مش مش محتوى فعليا بس خلص الناس حبت هاي الجملة أو حبت هذا الاشي الكاتشي اللي عمله فصارت تتابعها بس بعدين الناس تزهق منه ومش إنها بتعمله انفولو مثلا بس بتبطل تهتم محتوى فمحتوى ببطل يطلع لهم لالقرذن بتنزله هون انت بيجي دورك بيجي دوري مع الشخص المناسب للأمان يعني أنا بآخر فترة إحنا كمان عنا مشكلة إنه قل قلائل بالوطن العربي بيفهموا شي يعني إدارة أعمال ما بعرفوا شو أبعادها في ناس بتفكر إنه إدارة الأعمال هو بس إنه أنا كيف بدي والله أتعامل مع الشركات كيف بدي أرد على الإيميلات وكيف بدي أسكر الديلز بس هي لها كتير أبعاد يعني إحنا في عنا بروسس كتير طويلة عشان نبني صانع المحتوى كما هو عليه وينجح ويوصل لأماكن كتير منيحة فصار في عنا بطلت أقدر إنه أنا من الناس كتير بق آمن وبحب أدعم المواهب الجديدة وهذا بالذات هاي الصناعة يعني زي ما أنت قلت بيوم وليلة بطلع حدا جديد وبطلع حدا عنده بوتنشيل بده توجيه غلطة وحدة عن جد هون غلطة الشاطر بمليون مش بألف فغلطة واحدة بسبب إنه هو عمره صغير يعني إحنا في حدا بأول العشرينات ما بغلطش يعني واحد بالمليون بغلطش فما بالك هاي الغلطة اللي هي بيشوفها ملايين أنا بعرف بالستيناتو هلأ بغلطه مليون بالمية فأنت متخيل الموضوع متخيل كديش حجم البرشور الناس على طول أول ما بتشوف حدا شهر بصير عليها مسؤولية هلأ كل مهنة يعني الطب قديش هو وظيفة إنسانية ودكتور وكبير ومهم خطأ طب يمكن يموت واحد وينهي مسيرة عمل ينهي مسيرة عمله كاملة ونفس الإشي صانع المحتوى لازم يكون مدرك صانع المحتوى إنه قد ما هي حلوة وفيها شهرة والناس فيجي تصور معاك والناس بتحبك وبتحترمك وفيها فلوس أكتر من مجالات تانية كتير برضو فيقلها سيئات إنه إنت عليك عليك سبوتلايت كتير كبيرة لازم تنتبه على كل تصرفاتك لأنه إنت بتأثر بولادة صغار هدول المستقبل مستقبل الجيل الجديد هو مستقبل الأمة الله يعينهم على هالمسؤولية مسؤولية كتير كبيرة إحنا هنا بيجي دورنا بالتوجيه بالتوجيه كشو نوع المحتوى بالتوجيه إيش الفرص اللي لازم يخدها وإيش الفرص اللي لازم نتركها إيش الأشياء اللي ممكن يطلعها للناس وإيش الأشياء اللي ممكن يحتفظ فيها لنفسه كمان في ضوابة اجتماعية لازم واحد حافظ عليها ظروف وأوقات بنمر فيها بكل تأكيد خصوصاً الوقت اللي عم بنمر فيه حالياً يعني مثلاً إذا بنتطلع اليوم على اللي قاعد بيصير في فلسطين أغلب فيه كتير من صناع المحتوى اللي عندك والفنانين بيجوا من فلسطين كيف أثر عليك هذا الشيء بالفترة الماضية والله الصراحة كان أثره كتير كبير بس شو ما كان الأثر يعني واحد يعني يحكي الإشي اللي في قلبه يعني يعني قد ما شغلنا تأثر إحنا شغلنا تأثر تقريباً بدون معبالغ 90-95% دروب بالشغل للشركة بالحجم شركتي كانت بالنسبة إلنا إشي ما أساوي بس اللي بيخفف عننا يعني انه بيخفف انه هاي المشكلة بتبطل مشكلة لما الواحد بشوف شو بيصير بأهلنا في فلسطين يعني بتعقد خلص ببطل سائل بصراحة وبعرف انه ربنا رح يعوت وبعرف انه دينية رح ترجع تمشي الشغل بروح يعني إحنا اللي منعمل المصاري وإحنا اللي منعمل الشغل وإحنا اللي منجيبه فصار كل تركيزنا على فلسطين الحمد لله يعني فترة كتير قصيرة أول ما بدلشت الأحداث يعني تقريبا تقريبا كل صناع المحتوى والفنانين اللي اللي تحت إدارتنا عملوا محتوى تقريبا نص وصلها بدون مبالغ لنص مليار مشاهدة بالراحة ونص مليار مشاهدة هدول تعرف مع الانتشار وكيف انتشروا هذا وكله كان بالانجليزي فقدرنا الحمد لله إحنا كنا جزء كتير كبير إنه نؤثر في الشعوب الغرب وننقل الصورة الحقيقية لأنه صار شوية الناس تبطل تآمن بالأخبار كتير لأنه كل مصدر طابع لجهة معينة والناس صار عندها يعني لاكوف ترست مع الأخبار فصارت تسمع من الناس القريبة منها لما تطلع تشوف شاب بعمر 25 سنة عنده متابعة كتير كبيرة عم بحكي بطريقة معينة عن فلسطين وبنشر وعي قدروا يؤثروا كتير أكتر من الأخبار يعني والمسؤولية زي ما أنا كنت أحكي المسؤولية عن جد علينا كتير كبيرة يعني يعني هذا مش إنه إحنا نعمله إنه إحنا منقدم زيادة لفلسطين هذا واجبنا أرفت راي ف هذا واجبنا وشرف لإلنا والله أنا أنا والله العظيم مش عم بحكيها مجاملة ولا قدام كاميرا أنا بحس إنه إشي بيشرفني إني أحكي بهاي قضية إنسانية بغض النظر أنا من وين بغض النظر أنا من وين بغض النظر كوني من فلسطين كوني من غزة أنا بحس إنه شرف لإلي أتكلم عن قضية بهذا الحجم من الإنسانية وراها صحيح وهذا الحجم من من معادات الإنسانية وراها من ناحية تانية صحيح لو فهم شو أصدي ف بدي أرجع بس لنقطة صغيرة أنت اليوم شخص يعمل مع عدد كبير من المؤثرين في العالم العربي المؤثرين هدول بيعملوا محتوى مختلف في عندك ناس بتغني فينا نحكي أسماء أو لا حادي يعني مثلا نويل بتغني وسام بيعمل محتوى وبيغني كمان بنفس الوقت أو بيعمل راب راب عربي في عندك صناع محتوى بحث فقط صناع محتوى ومع ذلك أنت بتشتغل على إدارتهم هما شخصيا وبتشتغل على التأثير على المحتوى الأمر اللي يعود بمسؤولية كبيرة عليك أنت كمان مية بالمية مية بالمية كتير أنا كتير أنا يتفعب شو قصدي يلي تقول الله يعينهم على المسؤولية أنا بقول لك الله أنا كنت على المسؤولية هي مسؤولية كتير كبيرة بس بدك الصراحة أنا كعمر يعني هذا أكتر إيش بحب أعمله لأنه يعني أنا بحس بالراحة النفسية وبحس بال بالإنجاز لما أنا أشوف أنه الشخص اللي أنا بدير أعماله عم بيعمل إنجازات وعم بيعمل تأثير في المجتمع كتير بيهمني كمان إنه نواحي الجيل الجديد على موضوع التكافل الاجتماعي ما بتخاف تغلط مرات أعمار؟ يعني مية بالمية بخاف أغلط وكتير وكتير تعلمنا إحنا كتير غلطنا وكتير تعلمنا وكتير بآخر فترة صار في عنا يعني صرت أستعيم بناس فهمنا بالأمور الاجتماعية بالأمور السياسية صرنا نستشيرها قبل ما نطلع أي إشي لأنه أنت ما بتقدر تفهم بكل إشي فمنحاول نخفف غلط قد ما بنقدر وفيش هذا المعصوم يعني بالآخر يعني الناس كمان شوية نوعا ما عاطفيين فبتصير تنتقد كتير وتوصل للمسجلات بس إحنا نوعا ما سلنا خلص أنا صار عندي إيمان بشغلة واحدة كتير مرات بيجع علينا وهجوم كتير بيجع علينا انتقادات بس أنا بقى من طول ما أنا عاملة اللي أنا شايفه صح بيقى استشارة ناس خبراء في مجالات معينة الأمور رح تمشي تمام حتى لو في فترة معينة يجعنا هجوم يجعنا مشاكل لأنه هاد جزء من الشغل يعني هو ما بزبط واحد بكل هالشهرة وما يجع عليه انتقادات يعني الإشي بيبين أنه أصلا هو مش ناجح يعني يعني لازم يكون في بارت من الشغل انتقادات وكتير انتقادات بسبب أجين قلة الخبرة في الحياة والعمر الصغير هاي الانتقادات بتأثر بشكل نفسي على نفسية صناع المحتوى والفنانين بشكل كتير كبير يعني فبصير عندهم مشاكل نفسية تقتل فنهم تطفي لفترة وبيعتمد على قوة الشخص وثقته بنفسه انه يرجع بأسرع وقت وهذا الاشي احنا بنحاول نساعد فيه بتحس المتابع مرات قاسي جدا مش كلهم يعني فيه ناس بتستسهل انه تبعت لك اشي يسم بدنك عرفت؟ فيه ناس خلاص سيكة يعني اشرح شيان يسم بدنك يعني بتستسهل انه تفوت عندك وتبعت لك مسيج تخونك او او تحكي عنك اشي هو بش موجود لانه مسيج وبقولك شاف وشاف وما شاف وش هيني أنا بعتت كلنا من مرة بظروف نفسية والناس عن جد بالذات بهاي الفترة ظروف النفسية كتير صعبة يعني مضغوطة الناس يعني أنا الواحد بيكون مثلا بيحضر المشاهد الصعبة اللي عم بتصير مع اهلنا بغزة مثلا بتنرفز وبصير بصير بغلي 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 من جوا بصير ده فيش غولي بأي حدا فبفوت بلاقي حدا عامل اشي مقلوج داخل في غزة أنا من نفسي بتدايق هلأ كيف في المتابع العادي فأنا بتفهم ليش الناس بهجموا مرات وليش الناس تنتقد مرات وإحنا يعني إحنا أصلا مجبرين نسمع انتقادات عشان نحسن من حالنا بس بمرحلة معينة ما منقدر نرد على كل شيء يعني بصير بصير صعب عليك ترد على كل شيء وملايين الشخصيات يعني إنت بتحكي ملايين ملايين الناس كل واحد عنده طريقة تفكير مختلفة عنده شخصية مختلفة فالموضوع بصير صعب إن إرضاء الناس غير لتدرك يعني مية بالمية فوصلنا لمرحلة قناعة إنه إحنا منعمل إحنا شايفينه صح منعمل الإشي اللي هو برضينا برضي برضي إيش إحنا قادرين نقدم للمجتمع من كل المجالات بعيدا عن موضوع الحرب يعني أنا بالنسبة إلي اللي ما فيه خير لمجتمعه وبلده وأمته يعني ما فيش فيه خير لحاله حتى عارفت يعني أنا بالنسبة إلي هاد أولوية يعني وصلت قناعة معينة إنه المصاري والشغرة مش كل إشي يعني إذا أنا ما تركت بصمة وأثرت بولاد بلدي وولاد أمتي بطريقة إيجابية إنه أنا أكون إلي بصمة أحسن أنا مش مهم وما قليش أي داعي أنا هي قناعتي فهذا الإشي بحاول أعكسه على كل حدا أنا بشتغل معه بطريقة أو بأخرى وفيه اختلاف فيه تباين كتير كتير كبير بين شخصياتهم فيه ناس تخد وقت عبل ما تتفهم أنا من وين بحكي أو إيش جاي بحكي وفيه ناس على طول بتكون يلا نعمل يلا نسوي يلا نقدم فبعيدا عن الشغل والإعلانات والمشاهدات ومن وين تيجي المصاري أنا بحس هاي الأولوية الأولى وبغض النظر شو نوع المحتوى مرات الضحك مهم مرات المحتوى العلمي بكل أنواع العلم تكنولوجي علم العلوم بشكل عام علوم الاقتصاد نشط الوعي السياسي الفن أي إشي أي إشي مهم بس كل واحد يقدر يعمل بصمة طيب أنا في عندي سؤال عمر وأتوقع أن هذا الموضوع لازم ينحكي فيه أنا تكلمت فيه مرة وتبادلت كثير بسعادة يعني زي ما تفضلت لازم يتبادل فيه مقطع مرة عملته شو بيقول بما معنى بيشرح موضوع أنه كل إنسان عنده وظيفة والوظيفة هاي اتخذها لنفسه سواء الظروف ودته لإلها أو هو اختارها أنه تكون هاي وظيفته خلينا نبدأ من الطبيب المهندس المحامي صانع المحتوى فرق الدبكة طبرجي أي شيء أي شيء وظيفة إما الظروف ودتك على هذا المكان أو أنت اخترتها لنفسك صناعة المحتوى هي وظيفة يعني صناعة المحتوى اللي عندك والفنين اللي عندك لا يعملوا شيء آخر سوى في هذا المجال صح ولا غلط صح مية بالمية مية بالمية وهذا هو مصدر داخله مليون بالمية طيب وعلى خلينا نقول أنه مثلا مثلا بالمتوسط صانع محتوى من الأقوى اللي الناس يشتغلوا فترة طويلة عشان يوصل لهذا الرقم من المتابعين وهذا الكم من التأثير بيكون يشتغل على مدى طويل ولا أنا غلطان صح كم سنة مثلا يعني بالمتوسط بيعتمد بس بحس أنه صانع المحتوى عشان يبرز مظبوط محتاج على الأقل ثلاث سنين يبرز مش بس أرقام يبرز أرقام وهوية وتأثير بحس بده سنتين لثلاث شغل مليح ممتاز وهذا يكون متفرغ لإلها مية بالمية طيب هذا بعد الاستثمار اللي استثمره في هذا الشيء اللي هي ثلاث سنوات من حياته من وقته من عمله تحول صناعة المحتوى إلى دخل الرئيس فأنا طلعت شو بقول بقول هدول الناس فيكم طلعوا فيكم طلعوا المتابعين أنتوا اللي طلعتوهم وأنتوا اللي وصلتوهم واليوم أنا من وجهة نظري لعبوا دور محوري بإيصال صورة المعاناة اللي عاشها شعبنا للعالم كله حرفيا أنت زي ما تفضلت مليارات المشاهدات حول العالم واجهوا قنوات عالمية هل من مصلحتنا أنه هذول الناس يموتوا من الجوع جد طبعا لا طيب لما حقيت هيك صار علي هجوم ما بعد هجوم كأني اغلطت بشيء مع العلم أنه أنت بتعرف تخيل مش مصدر رزقي الحمد لله ولا كانت بهدلت بعملها هيك محبة بالمحتوى وصناعة المحتوى وبحبها يعني يعني بحب أوصل رسالة قيمة زي ما تفضلت بس صار فيه هجوم علي أنه أنت ليش بتدافع عنهم أنا كل فكرتي كان أنه خليهم يشتغلوا لأنه هذولا سلاح بإيدنا هذولا صوت بوصل صوتنا صح لما حصل هذا الشيء ويحصل الآن باللحظة هاي كيف ممكن أنت تتعامل معه لأنه متأكد أنهم بيجوا لك طب شو نعمل شو بتعمل قل لي قل لي شو العمل هلأ شوف هاي المشكلة كتير محورية واجهتنا بصراحة يعني بدأ أقولك قديش تفاقمت المشكلة يعني إشي شافون الناس غلط إحنا كمان في مرات بيكون صعب علينا نبرر كل إشي يعني صعب إنه على كل إشي بيصير نطلع نبرره يعني لا ظروف وفي علينا نوعا ما تحفظات قيود ما بنقدر دايما نبرر كل إشي هاد أول إشي ثاني إشي بسبب هادا الهجوم مثلا لتساي طارق نزل إشي عن فلسطين ونزل نزل نزل بعدين نزل إشي زي ما تفضلت إشي بخص شغل أو إعلان أو كذا إجاه هجوم إنه مش وقتك خاين كيف تعمل هيك كيف تسمح لحلك تعمل هيك فصار أول إشي الأثر النفسي هاد واحد إنه يا جماعة أنا عن جد عملت حتى لو إنه ما عملت بالقدر اللي أنتو شايفينه كافي بس أنا فعليا كمان مكتئب زي زيكم من اللي عم بيسير وكمان في علي التزامات يعني الناس مو فهم إنه إنه هذا الزلم صانع المحتوى عنده ملايين أكيد بيطلع مصاري كتير صح بس ما هو الواحد عقد ما معاه عقد ما بحط على حاله التزامات وعقد ما بصرف يعني كل حدا من الصناع المحتوى الكبار صار عنده فريق ورواتب والتزامات وما بدي أبالغ 70% من صناع المحتوى اللي أنا بدي أعمالهم بصرفوا على عائلاتهم فبالنسبة له إن لما ييجي وقف شهرين عن الشغل كارثة الناس بيفكر أوف يزم هذا مدكن مش مدكن يعني أنت كيف قررت أنه مدكن يعني في ناس أنه جد أنا إذا رات بمثلا ألف درهم رح أجدول صرفي على ألف وفي ناس لما رات بمئة ألف درهم رح أجدول صرفي على مئة ألف وف دي بديش أقطع كمرا بدك تضيف عليها فكرة إنه صناعة المحتوى مكلفة هاي اللي الناس صدقا أنا لاحظت إنه الناس يعني ما بتعرف قديش هي مكلفة يعني شرح لنا أكثر أنت من وجهة نظرك قديش مكلف صناعة المحتوى صناعة المحتوى هي مكلفة جدا وإحنا في عنا كتير دائما منحاول نعمل كتل الكوست ونحاول نوفر على صانع المحتوى لأنه في مارات بتبطل توفي أصلا إذا بدك تعمل المحتوى بكواليتي عالية يكون عندك مصورك الخاص يكون عندك الفيديو إيديتر ترتبعك الخاص ويكون عندك مساعد شخصي وبده يكون عندك استوديو وأجرات وبدك يكون تعطي برسنتج من هون وبدك تكون تصرف على حالك وعلى أهلك صدقني في بعض الأحيان تطلع بمخسر يعني بتطلع أنت بآخر الشهر ملحوق الناس بتفكر أنه صناعة المحتوى هي مسك الكاميرا لا هذا مو صانع المحتوى بالنسبة إلي ممكن يكون مؤثر أنه شخصيته حلوة بس صانع المحتوى الحقيقي تكلفة صناعة المحتوى عليه جدا عالية بصراحة وصلت مرحلة أنه صار لما بعد هذا الهجوم مثلا هذا الشخص اللي هجم عليه صار لما بده ينزل يدعم أو ينشر وعي صاروا يهجموه اسكت عامل حالك مهتم اسكت فك سايق فيها أنه أنت فارق معاك واللي بسير وانت رايح تعمل إعلانات في نص الحرب أو شو ما كان طبيعة الهجوم اللي بدش أفوت في سبيسيفيك فصار بطل حب ينزل خوفا من هجوم الناس عليه ومن المسجدات اللي بتيجي فصار يقعد أسبوع عشرة أيام بده ينشر نفسه ينشر إشي نفسه ينشر إشي بس خايف ينزل يحكول آه هلأ هلأ تذكرت هلأ ففعليا إحنا بلشنا نخسر الناس اللي بتضلها تذكر بهذا الإشي وبتقولك إشي كمان الناس مش مدركة إنه وصار في نشرنا فيديوهات عنها يعني بعد صنع المحتوى إنه 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 لازم تتفاعل مع البوستات اللي بتخص قضية معينة عشان ضلها تطلع لك في مرحلة معينة الناس كأي بني آدم بصير يشوف وبطل يتفاعل تمام خلص بيشوف قاعد كل يوم مئة فيديو مئة خبر لهذا الموضوع فصير يحضر ويبطل يتفاعل خلص يعني طبيعة البشر فبطل يطلع له طبع أنت بتعرف إنه يعني إذا ما تطلع لكاش الإشي ثلاث أربعة أيام أو تلتهي بأشيائك بحياتك يعني بخف الإشي عليك فالناس مفكرة إنه يعني أنا هلأ بتفوت على الفيت تبعي كل ياتعون غزل إنه أنا طول الوقت عم بحاول أظلني متفاعل عشان عن جد أظلني قريب للحدث لأنه بهمني كتير في ناس تسهى يعني أنا في في فترات مثلا كنت ألتهي بالشغل ثلاث أربعة أيام يبطل يطلع لأشياء بتخص هذا الموضوع عرفت علي فبيخف الإشي عندك عرفت علي المسؤولية أصدق مركبة على صانع المحتوى وعلى المشاهد على صانع المحتوى وعلى المشاهد والناس مفكرة إنه كل الحدا بنفس يعني إنت هلأ شايف فيديو بيقطع القلب للأحداث اللي عم بتسير بس إنت هلأ نفسيتك مش زي نفسيت أشخاص تانية ما شافوش هذا الفيديو فصارت الناس تطلق أحكام بشكل عشوائي كلمة خاين أو كلمة بايعها أو كلمة مش سائل كلمة كتير كبيرة يعني إحنا عن جد نعرف قديش في إحنا عننا انتماء لبلدنا لفلسطين وللأمة العربية كتير كبير وفي قرارات مو بإيدنا يعني في قرارات أكبر مننا أنا كان دايما سؤالي عمر إنه اللي أنت قاعد بتنتقد وعفكرة حتى يعني اللي أنت قاعد بتنتقده السؤال إنه عمل شيء وإنت عم تنتقد الشيء اللي عمله يعني ممكن الشيء اللي عمله هذا إله وجهين ناس تتفق معه وناس تتعارض معه مليوم المئة صح؟ صح؟ وهذا طبيعي طبيعي السؤال الأهم تعليقك السلبي مين استفاد منه؟ يعني هذا السؤال فعلا تبادر لذهني إنه دخلت على صفحة الصفحة عليها مثلا شفت عشر بوستات تمانية بيحكوا دعايات واثنين بيحكوا عن القضية عن اللي ما يحصل عن التغيرات اللي قاعدة بتصير عن الظلم الحاصل طب هذا عمل العشرين بالمئة من جهده وجهه باتجاه وعي من وجهة نظره هو أصاب أم أخطأ مش هناقش الموضوع وكلنا كلنا نصيب وكلنا نخطئ بس إنت تعليقك يعني مين استفاد منه؟ يعني شو العائد منه؟ خلينا أقول لك شغليب تعليق عن تعليق بيختلف إحنا كتير بوصلنا مسجات عن جد هدفها نقد بناء بس في مسجات بيكون هدفها مليون بالمئة تجريح هم هدول اللي بحكي عنهم أنا بدي أحكي لك إشي أنا بتفهم عن جد يعني أنا بتفهم الغضب اللي عم بيصير لأنه أنا مرات بيصير عندي أقول لك مرات بيصير عندي تجاه الناس لأن أنا بدير أعمالهم إنه إحنا لازم نقدم أكتر يلا نقدم أكتر لازم ضلنا نحكي لازم ضلنا هذا إتس نت أوكي إتس نت إنف أنا من هدول الناس وبعمل كل جهدي بس بدك تكون عارف إنه الناس عنده قدرات وإحنا كصناعة محتوى إحنا مش سياسيين أصلاً يعني إحنا بنقدر ننشر وعي لحد معين بس بعد هيك بصير إنه يعني يعني إيش منظل نحكي يعني إحنا إحنا قدرنا نوصر رسالة ووصلنا رسالة للعالم العربي والعالم الغربي وعملنا حملات وعملنا حملات توعية وعملنا حملات جمع تبرعات بغض النظر إنه تبرعات عم توصل ولا ما عم توصل في مرحلة معينة هذا اللي بتتبع صانع المحتوى مش كلهم بشبهوا بعض في ناس لها لليوم كل يومين بتنزل بوست بخدص الأحداث في ناس عن جد يعني ما عندها هاي القدرة المشكلة الناس بدها كل الناس تمشي على هواها إحنا وخلص وصلنا لمرحلة وعي معينة ويقولك إشي هذا إشي كتير ضرنا على الصعيد النفسي وعلى صعيد الشغل وعلى صعيد المجتمع التفكك اللي صار بالمجتمع مرعب من الناس اللي قاعدين بنتقدوا على الطالعة والنازلة أنا ما زلت عند كلامي أنا بدي أحكي بالموضوع إنه الانتقاد لما قبل ما تنتقد اعرف شو عم تحكي مرة دخلت على أحد المقاطع شفت فنان بحريني ناشئ صاعد يعني مش إنه ممثل معروف ولا مغني معروف مغني أغني تشدوا بعضكم يا هالفلسطين شدوا بعضكم طيب هاي اللي لقى وهي اللي عمله دخلت على التعليقات إيه اللي كتب له بدك تحررها بأغنية واللي بقول له شو هاتفاها نطقتها غلط وشيء فعلا يعني شاب راسي من اللي قرأته كل اللي الرجال عمله بده يتضامن ومش عارف كيف يتضامن غنى أغنية هاي اللي بعمله مليون بالمية تنتقدوا ليش مليون بالمية شوف الانتقادات رح توصل رح توصل والناس السلبيين رح ينتقدوا رح ينتقدوا معالف حالي حتبهدل علي بقوله بس عادي أنا هلأ بقدر أعدل لك 25 ل30 صانع محتوى اتعرضوا لهجومات مخيفة يعني الضرر النفس اللي صار عليهم ما بعرف كيف لهلأ مكملين انت لما بوصلك باليوم مئات المسجات مسبات عليك وعلى أهلك وعلى وتخوين يعني كيف نفسية هذا البني آدم تستحمل أصلا ومن مجتمعات مختلفة وإحنا مشكلتنا إنه وصلت فينا مرحلة أول فترة قدرنا نغير 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 الصورة صورة الغرب عن الموضوع وعين الناس شو القضية ومن أين تبلشت وشو صار واللي صارت توعية كتير كبيرة وأنا أصلا برأيي الشخصي اللي صار أكبر فائدة بغض النظر عن الخسارات الكبيرة والأرواح الشهداء اللي هي بتقطع إحنا وعينا جيل كامل في المستقبل رح يكونوا قادة للمجتمعات شو يعني قضية الفلسطينية إحنا عملنا أغنية جمعنا فيها 25 فنان عربي وراجعين راجعين 25 فنان عربي لو 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 بدنا معجزة نلمهم مع بعض كلهم بأغنية واحدة أول ما سمعوا فلسطين يجوا من كل مكان من مصر من المغرب من من دبي من السعودية من ليبيا من من الجزائر من تونس كل الفنانين ما واحد تردد دقيقة المخرج العمل كل العمل المفروض يكلف على اللي إحنا عملناه على الأقل 150 ألف دولار بتعرف ما تكلف؟ ألفين دولار كل حدا كل كرو أربعين واحد على الست ولا واحد ما أخذ دينار أجار العدة أجار الأستوديو المخرج الفنانين هاي الأغنية وصلت لملايين وطلعت ترند وكسارة الناس تخدمها والله إنها بتأثر والله والله أي كلمة الشعر الأغاني الأفلام القصيرة صناعة المحتوى كل إشي بيأثر كل واحد عليه دور طب في ناس والله العظيم الفنانين اللي إحنا مدير أعمالهم ما بيعرفوش شي أعمال وإشي غير أنهم غنوا بديوا يتضامن زي ما أنت قلت معليش أسألك سؤال ليش قلت والله إنها بتأثر ليش حسك عم بتحاول تبرر لأنه الناس بتقولك هي فلسطينية ترجع بأغنية يا عمي ما بترجع بس الأغنية الموسيقى هي لغة كل شعوب العالم هي اللغة اللي بتجمع كل شعوب العالم إحنا قدرنا نوصل رسالة عظيمة في هذه الأغنية وبكل اللهجات راجعين راجعين إحنا راجعين إجاءنا كمية انتقادات مش طبيعية بس بالآخر الأغنية نجحت ووصلت ملايين المشاهدات ومقطاعها استخدم في كتير مقاطع على كل منصات التواصل الاجتماعي والعائد تبعها والعائد تبعها كل لياته غير إنه العائد المونتايزيشن اللي إجا من المنصات رابط التبرع مش متأكد من الرقمية بالمية بس فعليا وصلنا رقم كتير كبير هذا دعم راح كل لياته يصب لمنظمة لجمع التبرعات لفلسطين معقول هم شايفين كل هذا التعب والإفورت تلت أسابيع شغل المنتج الموسيقي ناصر هو صاحب الفكرة قاعد يشتغل تلت أسابيع ليل النهار ما ينام تلت أربعة ساعات ينام في الستوديو عشان يطلع هذا العمل الفني مستحيل تجمع كل الفنانين من كل كل الجانرز الموسيقية هاي بأغنية واحدة قدر يعملها عشان توصل هاي الرسالة معقول كل هذا المجهود يجب تحكولنا إذا بس ما أصخرها وهي فلسطين ترجع بأغاني طبعا إحنا مندعي ومنعمل كل أنواع المحتوى عشان ننشر وعي وعشان نواعي الأجيال القادمة اللي لما يصير بإيدها القرار عن جد تقدر تغير متحس مرات أنه إذا بدنا نقول أنه الجسد الفلسطيني أو الجسد الإنساني خلينا نقول أنه هاي القضية إنسانية أكثر ليه؟ لأنه اللي متعاطفين معها أنا بقولك قاعد حاليا مش بس الفلسطينية كل جنسيات العالم تتفق ولا لا؟ طبعا أي واحد عنده ذرة إنسانية متعاطف مع القضية نقطة وسطر جديد صح؟ صح طيب هذا التعاطف الإنساني خلينا نقول إنه أنا شايف فيه آفة شو الآفة؟ إنه من كتر المشاهد الصعبة اللي عم بنشوفها والضغط اللي عم بتعرضوله الجمهور الفلسطيني تحديداً من المظاهر السيئة جداً بيبدأ نظام المناعة تبعهم يهاجم حاله صح إذا لم الغضب إنتي ليش يتبهد الواحد عم بيحكي بالموضوع؟ ليش؟ يعني الأغنية مش عجبك تسمعهاش صح أنا عارف إنه شوي المفروض إنه أكون ألطف من هيك ويكون متفهم بس أنا لا مش متفهم يعني تبلشوش ببعض حكيناها بمقطع وبحكيها مرة ثانية تبلشوش ببعض المعتدي واضح مين هو فلتك من اللي بحاول يساعد بطريقته الخاصة؟ خلي كل واحد يعمل اللي بدو إياه بديني يعني أبو شباح اللي بالبيت اللي قاعد بيسب على المسيجات هلأ بيكتب بيسب عليه قاعد هلأ هيو بيكتب اللحظة هاي آآ إنتي شو عملت؟ هذا السؤال عن جد عندك جواب عنه؟ عندي جواب ممكن يعني يقدر جاوب على هذا السؤال أنت بتقولي أنا مش قادر أتفهم وأنا متفهم إنك مش قادر تتفهم بس أنا وصلت مرحلة قد ما شفت الهجومات وشفت نفسية الناس وشفت هذا صرت قادر أتفهم أنه جزء كبير طبعا أكيد فيه كتير ناس مش ضمن هاي الفئة بس جزء كبير من الناس ما عندهم وعي كافي وغضبهم وانفعالهم وعاطفيتهم هي اللي بتجرهم وراء اتخاذ قراراتهم وراء هجومهم فصرت قادر أتخيل إنه ليه عم بيهاجم هل أنا باتفق؟ أكيد ما باتفق بس خلص أنت يعني مش كل أصابع يدك واحد يعني فيه اللي بتفهم فيه ناس اللي بدعم وفيه ناس اللي بيهاجم واللي بدعم كتير أكتر بس إحنا وين المشكلة عندنا؟ إنه اللي بدعم ما بيكتب تعليق ما بيبعث نادر بس اللي بيهاجم قلهم يكتبوا إذن بصراحة لازم تكتبوا يعني إحنا كمان إنتوا المتضامنين معنا والمقدرين تعبنا اكتبوا لنا التعليقات الحلوة لأنه إحنا مشكلتنا كمان أقولك إحنا كمان سلبيين يعني كمان واحد يحكي له إله إلي عليه يعني أنا بس أكون أنزل في الكومنتات كتير بيكون منهم حب وشكرا أنه يعطيك العافية وهذا بس بس أوصل إلى نيجاتيف كومنت بوقف عنده إحنا شوي كمان سلبيين فيه تندنسي عند الإنسان إنه عشان يتعدل إذا بيصير معك شيء سيء بيومك أرجعنا لتخيل إذا بيصير معك شيء سيء بيومك عشان يتقولي إنه يومي عادي عادي واحد بواحد مش كفاية واحد بتنين مش كفاية واحد بثلاثة مش كفاية واحد بأربعة مش كفاية عشان يتعدل مشهد واحد سلبي في حياتك يعتمد على مدى السوق محتاج خمسة حلوين عشان يتقول يومي مش حلو يومي عادي مية بالمية تخيل قديش طماع الإنسان مليون بالمية يعني أنا برانو علي أحد وصلنا على المحتوى مثلا فيه فيه وقت معين بقول لي يا زلمة الكومنتات مش طبيعية إيش أعمل فأنا بفوت بتطلع بقول له يا زلمة أنت جايك تلت تلاف كومنت مية نيجاتيف و2900 مناح النسبة الأكبر كتير حابين أنت إيش عملت بقول لي يا زلمة بس هدول اللي بيكتبوا بيكتبوا كلام بيطلعوني خاين بيطلعوني أنه أنا مش سائل بقول له نسبة هاي إحنا يعني إحنا لازم نتقبل أنه إحنا فيه نسبة ما رح يجبها إحنا إيش بنعمل فخلص لتتجو وإرضى في الـ 2900 اللي كتبوا لك إشي منيح فإحنا كمان علينا شوي إحنا شوي حساسين كمان فبقول لك المهم أنه بالأخير عشان إحنا نقدر نطلع من الموضوع هات النوم اللي قدر يفهم علينا إحنا إيش بنحكي وبالذات الناس اللي عن جد كانت تكتب كومنتات سلبية وتفهم إيش أبعاد هذا الإشي وتفهم إنه قديش إحنا منضر بنشر الوعي تبع القضية وقف كومنتات سلبية إذا قدرت تفهم علي واللي عن جد راضي بإحنا إيش بنعمل ومبسوط ومقدر إحنا إيش عم نعمل اكتب لنا كومنتات إيجابية تحفزنا نظل نعمل كمان وكمان وأنا متأكد لو إيش ما نحكي في ناس خلص وظيفتها في الحياة نظر موجودة في حياتنا فأنا متفهم ومتقبل وأنا متأكد إنه في مرحلة معينة رح يوصلوا بالوعية الكافية إحنا مش معصومين عن الغلط بس هدول الناس رح يوصلوا للوعية الكافية إن شاء الله من خبرة الحياة ومن قدر الفهم الكافي إنه يقدر يوصل لمرحلة معينة إنه يصير يتفهم ولما ينتقد يعرف كيف ينتقد واللي ما بدي يتفهم يعني قد ما نقدر إحنا من نحاول نساعد المجتمع يا الله شو بدبله ماشي طيب ماشي يعني أنا ما هو أنا بقول لك تزمي كثير منيح انت بدنا نتفهم ما لش أنا ما هو يعني أنا كمان كتير بيجي نهجومات يعني أنا في وظيفة أنا بوظيفتي بموقعي بهمني أكيد القضية وأنا من أكتر الناس متعاطفين وكتير عملت مشروعي إذن فيه مشروع إحنا عملناه اسمه بور إسرائيل إنه إسرائيل اللي بتتحزن شو الهدف منه الهدف منه إنه إحنا نحمل فيديوهات مترجمة لغل عبري نحاول نأثر عندهم جو عندهم على المجتمع عندهم نحاول كيف هم شاطرين كيف يفككونا وينشروا الفتنة بيننا إحنا حاولنا نكون أذكية ونعمل إشي مشابه إلو ولمينا 15 ثانية محتوى وعملنا 15 سكيبت ما بنكر إنه إحنا أخطأنا في بعض المصطلحات وأنا بتحمل المسئولية كاملة في اختيار بعض المصطلحات وكان لازم نعرضهم على ناس أكتر بس الهجوم اللي صار علينا إن مش طبيعي إزا وقفنا المشروع بعد ما صورناه كامل وتكلفنا فيه كامل وكل التعب والإفورت تبع هدول اللي صلنا على المحتة والإيجو صور وراح على الفاضي بس لحق إنه الهجوم يعني بطريقة مش حسسونا إنه إحنا معهم إزا ما أقول إحنا عم نعمل كل هذا الإفورت عشان إحنا نضر في القضية يعني على الأقل يا عم إحنا غلطنا بس على الأقل ما تفوتوش في النوايا إحنا نيتنا كتير كانت واضحة بيقول لك واحد طالب فن طالب بالفن بقاعدة الجامعة ترسم رسمة فقرر إنه يحطها بالشارع ويقول لهم حط جنبها وراءه قال لهم اكتبوا لي تعليقاتكم على هذه الرسمة الجميلة تعب عليها كتير فبقول لك غاب يوم ورجع لأ الوراء اللي جنبها مليانة قومنز مليانة اللون غامق الفريم بك إب الرسمة حزينة كتير الألوان مش متناسقة أشكال والوان فراح للبروفيزور تابعه وقال له أنا فاشل بالفن أنا زل لم يفاشل بالفن خلص مش حرسه مرة ثانية خلص بديه بالطلق فالبروفيزور تابعه قال له طيب اسمعي جرب التجربة نفسها مرة ثانية قال له كيف يعني قال له بدل ما تترك وراء أو ألم جنب الرسمة اترك علبة ألوان وفرشاة وقال له إذا شايف إيش غلط صلحوا فعادل قصة مرة ثانية ترك الرسمة والفرشاة والألوان إلى جنبها وغاب ورجع شو لأه لا تغير ما حدا غير فيها شيء سهل جدا الانتقاد والانتقاد أسهل ما يكون عليه من شخص لا يفعل شيء صح بعمل شي شيء هذا سهل ينتقد صح مية بالمية أما قل له قوم عمل ولك قوم صلح ولكن انت مش عايش بهاك الفكرة اعمل فكرة أحسن زي اللي بيطلع بيقول لك ليش بتصوروا عن ها المواضيع صوروا عن ها المواضيع صرت وصلت لمرحلة اسمع عنه أنا جلدي سميك متفرقش معي بصراحة أحكي لك بصراحة بهدل وعادي شكرا وبزعلش والله عادي بس إنه بدل ما تنتقد ولك قوم عمل ولك بفرح والله أول واحد يدعمك ويطلع محتواك فوق الكل اعمل أحسن من اللي بعمله بنبسط اعمل أحسن من الزلم هذا بيسويه تنبسط ولا لا طبعا الهدف واحد الرؤية واحدة والطرق متعددة يعني مثلا إيش اللي كنت بحاول لوصله المرة هديكو عمر بقول إنه احتمال إنك تصيب أو تخطئ وارد جدا صح ولا لا صح تتفق طبعا فمثلا أنت بتعمل شيء من وجهة نظرك بمصلحة موضوع معين بغض النظر شوه الموضوع أنت بتشوفه إنه هذا الشيء اللي صالح ممكن أنا أتفق معك وممكن أختلف معك صح ولا لا طبعا طيب فلصح أوجه عديدة صح بس الخطأ وجه واحد الخطأ اللي أنا متأكد إنه خطأ تكسير المأديف إنك تقعد تكسر بعزايم الناس صح إذا لم تدبحنا بعض زي مصدناع المحتوى دبكوا بعض ولا هيك جبت العيد على الآخر بصراحة يعني إنت حكيت إيش اللي ساير فأنت ما جبتش العيد يعني عن جد إحنا كتير كتير هجمنا بعض وفشينا قلنا بعض لأنه ما قدرناش نشوف تغيير الحرب صلاة 120 يوم والناس عاد بهم من الجوع والعطش والبرد فوصلت فينا مرحلة إنه إحنا مش قادرين إن فيش شغلنا بأي حدا غير بعض فأثر علينا بشكل سلبي إن شاء الله يعني بهذا الحوار إن كنا شارنا وعي كافي إنه إحنا وهذا الإشي يوصل لكتير كتير ناس إنه نخفع بعض شوي مش بس علي ولا على المحتوى بالبطن العربي ولا على الفنانين خفوا ع بعض خفوا ع بعض بس رجوا ع بعض يعني عدونا واضح إنه واحد هو فيش غيره هو واحد بس التروس خلينا نوحد البوصلة ونتجه باتجاه واحد لأنه فرق تسد وهذا اللي صار معنا فعلا والله فعلا طب بإيه خلص بإيش كمان لنحكي لنرجع لموضوع إدارة المحتوى بيتسألك سؤال هل لو أعطيت مجال آخر بتشتغلي بمجال ثاني بصراحة أنا يعني أنا أصلاً اشتغلت بكتير مجالات ثانية قبل ما أوصل لهذا المجال وأكتشف إنه أنا حبي إنه أنا أساعد إنسان أو مجموعة من الناس إنهم يوصلوا لحلمهم أكتر إيش بحب أحمله يعني أنا أصلاً قبل ما أفتح هاي الشركة تقريباً فاتح لي 6 شركات وطبعاً كلهم فشلوا بأسباب عديدة منها السوق إدارة مالية ما كان عندي ريسك مانجمنت أماكن معينة توقيت خاطئ للمشروع فكرة مش تمام كتير يعني كتير 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 اشتغلت أشياء كتير وفتحت شركات وأنا من أول يوم من أول يوم ده أكون سيي او كيف ليش بعرفش كيش يعني أقول لك والله العظيم أنا أول شركة فتحتها كان عمري 19 فايت على العشرين كانت شركة يعني اللي بعرفني بعرف هذا الإشي عني فكانت الفكرة أصلاً نصر كتير جديدة يعني بنحكي قاعدين بالألفين ووطننا العربي كانت كتير جديدة بنحكي قاعدين بالألفين وأربعة عشر تمام فلما فتحتها لدرجة أنه إحنا عنا بالأردن كنت لما أنا كنت أنا وانا اللي بجيب طاعة وانا اللي بصورها وانا اللي بنزلها وانا اللي بسوقها وانا اللي بوصل بعدين بلش يكبر البزنس وبلش أشغل ناس معاي وعدت سنتين مش عارفش عني سيي او يعني أنا خايف حدا يسألني إيش يعني سيي او يعني إيش راجع للكلمة إيش عني سيي او أنا بس بشوف حدا اللي هو أكبر حدا في الشركة هو اسمه سي او فأنا قلت بدي من هذا ها هذا زيه بالزبط ها علي والحمد لله كتير يعني كتير 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 وصلت مراحلة منيحة الشركة وصرت أصدر لبرة لأردن وللسعودية وللكوات وللإمارات وبعدين وصلت في مرحلة إنه أنا صرت تجار كنت أشري منهم صرت أبيعهم وبعدين ستروح على الصين أجيب وكبرت كبرت الشركة كان عندي سوق إدارة للمصاري كيف أنا كنت أفكر كل القرش معي هو إلي ما كنت أعرف إنه هذا اسمه كاشف له في شركة في شركة بتصرف عليها إنه أنا آخر شهر خلص كفة للموظفين كفة بس هذا هو كفة للرواتب تمام والأجار بتدبر بوقتها والحياة هيك وإنه خلص كل إشي بصرفه فوقعت الشركة وبعدين فتحت كتير أشياء في أشياء ففتت فيها حسيت فيها حر مش وي فحسيت شي مش تمام فبيعتها يعني ووصلت كتير مجلات عبل ما وصلت لما روحت على أمريكا وعملت PMP عرفت إنه أنا بحب التصويق بحب الماركتينج فرجعت على العمان ولش أشغل بالماركتينج بعدين تعرفت على عساس إنه أنا كنت بجيبهم يعملوا الأعلانات للشركة اللي أنا كنت فيها ماركتينج منيجر وتنصرت صحبة معهم لأنه بحكم إنه أنا وياهم نفس العمر تقريبا بعدين صارت قصة إدارة الأعمال اكتشفت إنه أنا عندي حب مش طبيعي especially إن بحسيته بأول إنجاز أول ما بلشت أحس إنه آه أنا عم بعمل بصمة مع هذا الإنسان إنه يصير إنسان أحسن وإنه ينجح هيك حسيت بشعور مش طبيعي يا زرامي حبيت المجال وما رح أشتغل في غيره يعني أقول لك أنا صح أنا سيئة وشاركتي هلأ بس أنا بظلني أحب أظلني مع صناعة المحتوى وأظلني أنا أدير أعمال قد ما أقدر مع إنه هذا الإشعان بيكون كتير صعب إنه يكون عندك شركة فيها أربعين موظف وفي ناس بدك تديرهم وتعرف تتعامل مع كل كمية هاي الناس بيوم واحد مش إنسان طبيعي بقدر يتعامل معهم غير إنك بتكتدير أعمال صناعة المحتوى اللي عندهم مشاكل كتير وكل يوم بنفسية وكل يوم عندهم مشاكل واللي بتعرض لهجوم واللي ضايع مش عارف إش يعمل واللي أرقامه نزلت في مكتئب ويلا يا حبيبي ولا يا حبيبي وهذا بارت من البروسيس هذا أحطه جنب أنا بحب هذا الشغل ما بقدر أشتغله وظلينا نطور على الإشي ظلينا نطور على لأنه ما في كتاب واضح إنه والله في علم لإدارة صناعة المحتوى تقدر يكون مرجع إلك كيف ناس تشتغل فإنت تبلش من وين ما خلصوا ما فيش حدا فبدك أنت تبلش تخترق بالمجال وطلقت أشياء من المجالات الثانية وتأدابتت في البزنس فوصلت عم نطور كتير على الموضوع بلش نعرف أنه كل واحد كيف نصارت هوية كيف نعمله استراتيجي بعد ما نعمله استراتيجي كيف بدنا نوجهه في المحتوى اللي بيعمله بيس على الاستراتيجي والبراندين اللي عاملين له إياه بعدين كيف نساعده بالمحتوى بعدين كيف ننطور على المحتوى بعدين كيف بدنا نخليه يأثر على المجتمع بشكل إيجابي ويعمل أشياء توصل رسالة وتأثر على الجيل الجديد فعبل ما قدرنا نوصل للستركتشر كيف إحنا عن جد بدنا نعمل صانع محتوى أو فنان مميز عنده رسالة أخذ لنا وقت كتير أخذ لنا مجهود وفريقي كبير بيشتغل على هذا الموضوع بتأمل إنه كهي المجال المجال هذا رح يضلي كبر بتأمل إنه الناس تصير شوية تتحاول عن جد تتوجه إنه لهذا المجال أكتر ومش بس يكون صانع محتوى كمان يشتغل في المجال لإنه فيه كتير لسه لسه يعني إحنا لما بنجي ندور على واحد يشتغل معنا بالشركة كتير منتغلب ما في إشي إنه أنا بدي لو سمحت على لينكت إن بدنا ما في إشي زي هيك يعني ما عمل لايه فمن الطرق إحنا نجيب حدا عنده اللي بتخليه صالح يكون ومنعلمه كيف الإشي عبما نوصل لمرحلة إنه نكون ساتسفايد في اللي هو بيعمله فبس هذا هو فأنا مجالي هذا بحبه ومش هتطلع منه وما رح هتطلع منه لو إيش مكان طيب في عندي سؤال في عندي سؤال تاني هل يعني أنت إنسان زي ما حكينا بأول المقطع ماسك هالكشفات وهذا الضوي ولا مرة فكرت تلف الكشاف على حالك بدك صراحة أنا الكشاف مرات بنلف علي ومرات صرت بلفه على حالي لأنه هذا الإشي بيأثر إجابا على البيزنس يعني ممكن نشوفك صانع محتوى بكرة؟ صانع محتوى ممكن بس صانع محتوى اللي أنا بفهم فيه يعني يعني رح أعمل إشي يعني أنشر فيه اللي أنا بعرفه ما هو أنا كمان بدي أوجه كل هالناس تنشر وعي بالمجتمع وأوجه الناس إنها تعمل محتوى إلو قيمة وأنا كمان بدي أعمل بصمة وأعمل بغض نظر إنه بس ما بدي أوجه الكشاف علي عشان أنا بدي أكون مشهور بدي أوجه الكشاف علي عشان عن جد يكون إلي أثر إجابي في مرحلة معينة بس لما أفضى يعني كتير نفسي بس كل ما أجي بتعرف يعني أنا عارف إش بدي أعمل وعم بكتب كل أسبوع هيك بتلقيني ضفة أنا عم بعمل كتاب في هذا الموضوع بس ما تخيل إني أنا رح يأخذ معي الكتاب كتابة عشر سنوات يعني فأنا صلي سنتين أبلش فيه تقريبا فرح أضلني أزيق أضيف أضيف عليه لأنه عن جد أنا كل يوم بتعلم إش جديد كيف إدارة صنع المحتوى كيف إدارة الفنانين كيف كيف أنت توجيهات كيف أنت تعمل ناجح يعني عم بحاول عمل إش عن جد يغير لقدام بالأجيال وبالصناعة المحتوى وأترك بصمة يحكوا والله لأنه اسمع الواحد تعرف كلنا آخرتنا نموت قطنا صح ولا غلط فيعني المصاري وكل هاي الأشياء بتيجي حلوة ورفاهيات وحياة بس ما هو أنت مش ماخد معك إشي ما هو أنت مش ماخد معك إشي غير البصمة اللي أنت بتتركها للعالم يحكوا الناس والله هذا الزلم يعمل أثر مش طبيعي هذا بالنسبة إلي يعني هذا أمنيتي أعمله قبل مع I know you will والله والله بالنقر هتعمل وحياة الله طيب الآن مجال صناعة المحتوى هو دائما يعني اللي لحظته أنا هو إيكو سيستم هو بيئة متكاملة إذا بتفكر فيها مصانع المحتوى هو التالنت أو الموهبة اللي بيطلع وبتكلم ويقف أمام الكاميرا ولكن خلف الكاميرا وخلف الكواليس في مجموعة كبيرة من الناس اللي تساهم في هذا العمل صح المدير المدير اللي هو يعني سيئو شكرا المصور اللي بيعمل المونتاج يعني مثلا أخبركم شغلة المقاطع اللي بنصورها هون تسواش فرنك من غير اللي واقف ولا الكاميرا بصراحة عمران مختار مش مهم أنتو عارفين قصرتو الله أنت أول مراح مختار لا لا أنتو ناري وطخي مختار حبيبي مختار فالناس اللي ورا الكواليس بيعملوا دور كثير كبير شغلة من الأشياء اللي لحظتها في صناعة المحتوى أنه في كثير من صناع المحتوى ما بفهموا هذا البعد هو اللي بيكتب وهو اللي بيصور وهو اللي بيمنتج هو اللي بيسوق وهو اللي بيجيب ديلز وهو اللي بيعمل دعايات وهو اللي بيقرر وهو اللي بيدرب حاله هل هذا الشيء اللي حظته أنت بالإندستري تبعا صناعة المحتوى ولا لا كثير يعني أنا بتفهم أنه في كثير ناس ما عندهاش وعي أنه من صناع المحتوى أنه أنه فيش داعي لتيم أو مدير أعمال أو هذا مرحلة معينة كل لياتهم يعني أنا من خبرتي بوصلوا لقناعة أنه لا لازم عرفت بقول لك لا أنا بقدر أعمل كل إشي الحالي أنا بالنسبة إلي هذا في مرحلة معينة ممتاز لأنه أنت لازم تمر في كل البروسيس يعني أنت عشان تعرف تتعامل مع فريق الإعداد تبعك أو تتعامل مع المصور أو تتعامل مع الإديتر أو تتعامل مع مدير أعمالك لازم تكون شوي مرت بهاي البروسيس وعرفت كيف بتمشي كيف لما أنت تكون تأسس شركة فأنت أول إشي بتكون تعمل كل إشي بعدما تبلش تجيب لك كل واحد إشي عرفت عليك عشان أنت لما تصير تشتغل معهم تعرف لوين بتقدر توصل بالقدرات اللي عندهم لأنه توزيع المهام بزيد الإنتاجية ولما أكتر من شخص بيقرر بيطلع معك نتيجة كتير أحسن بأخذ في ناس مخة شوي سميك بأخذ لهم وقت كتير عبر ما يقتنعوا أنه لأ أنا محتاج تيم ومدير أعمال وفي ناس وهذا الأشي أنا كتير بتفاهمه أنه بتخاف يكون عندها مدير أعمال لأنه في كتير ناس إن أرصت من بعض مديراء الأعمال اللي هم ما بدي أحكي عنهم أنهم سيئين بس بدي أحكي أنه ما كان في كيميستري أو توجه نفس هذا أهم إشي بين مدير الأعمال وبين الصانع المحتوى أو الفنان الهلاقة إذا كان مدير الأعمال توجهه مثلا بس فلوس وبين صانع المحتوى أو الفنان وكان صانع المحتوى عنده توجهات تانية ما بيتفقوا مع أنه في كتير صناع محتوى توجههم بس فلوس فبحتاجوا هذا مدير الأعمال اللي يتوجهه بس فلوس فهم شو أصدي؟ بس ما هو هذا الشيء يعني ما بيضل لأنه بالنهاية يستهلك مليون بالمية بس أنا أبدأ أقول لك إجي حسب كل واحد البيئة اللي طلع منها وحسب كل واحد كيف طريق التفكير وكيف المنتاليتي تبعته بأخذ لوقت كتير كبير يعرف أنه الأرقام بتطلعوا بتنزل الفلوس بتروحوا بتيجي المهم الهوية تبعتك المهم البصمة اللي أنت بتتركها هي اللي بتخليك كتير ناس بتكون أرقامها واو واو فجأة بتلاقي أرقامها نزلت هل يعني أنه انتهى؟ لا إذا عامل الهوية صح وتارك بصمة صح بقدر يرجع بس مجرد أنه يعمل كتير صغير على المحتوى تابعه أو على الأشي اللي بقدمه ولازم يضل يقدم كتير ناس بتلاقيها طلعت 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 عملت محتوى كتير كتير حلو بس ما عرفوا تتطور ما الناس تزهق يعني والناس تزهق مش إنه والله بتتلاقيك عملت لك أنفولو زي ما قلت لك الألغوريثم خاص كل مرة بدي أشوفك بطل يحضر بطل يتفاعل بطل يحضر بطل أنت تطلع له المنافس كتير عالية فهاي بتيجى وظيفة التيم تبعك أنه أنت تبني كل صناعة المحتوى المتميزين على مستوى الوطن العربي والعالم عندهم فريق صح ما في ولا حدا بحكي المتميزين انسى بغض نظر على الملايين ومشاهدات اللي عامل بصمة وعامل أثر أنا بعدلك ياهم كلهم ما بتجاوز عشر أشخاص كلهم عندهم فريق كبير استثمروا بالفريق معنا مشكل كتير كبير بالاستثمار صانع المحتوى بفوت عليه ألف درهم بده يصرف الألف درهم إليه يحوش نصه وبنص الباقي يصرفه طب والمحتوى اللي لازم تصرف عليه بدك تطور فيه جودة الفيديوهات بدك تصرف على الفريق الإعداد كل شيء هاته بكلف فيه ناس أهدوله 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 بجلطوني 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 إنه يا زلمة انت إحنا نعتبرها بزنس انت قصانع محتوى عندك بزنس بتلالك أرباح أخر السنة تمام؟ هاي الأرباح بالعادة شو الشركات الكبيرة الفهمة يعني بتعمل بتأثر الأرباح إشي بتطلعه لصحاب الشركة وإشي بتستثمروا جوا الشركة عشان تكبر مية بالمية انت هيك لما تيجي انت قصانع محتوى كل دخلك يا عمي أنا بدا أقولك أنا نصيحة الوجه اللي بالبداية حط ببداياتك حط ستين سبعين بالمية من دخلك إذا كان بدخلك مصاري تطوير تطوير بعدين لما تصير خليها تلاتين عمرها ما تنزل عن تلاتين هاي بجت ما تلمس هاي بجت دك تصرفها احتجتها وما احتجتها بجت تصرفها على محتوىك وعلى تطوير محتوىك سواء بفريق سواء بمعداد سواء بتحضير اعداد كل إشي بنصرف عليه بتلاقي نتيجته بعدين فأنا هاي رسالة لكل واحد بتصنع محتوى مش ضروري يكون عندك مدير أعمال في البداية بصراحة لازم انت تتعلم كل الصنعة بعدين تبلش توزع المهام بتبلشها بمدير أعمال شاطر مدير الأعمال الشاطر يقدر يأسس لك فريق ويقدر يوجهك في الطريق الصح ويكون من تلاتي تبعت عقله زي من تلاتي تبعتك او قريبة منها عشان تقدروا تتفقوا بعدين بدك تخصص جزء كبير من عائدات شغلك في تطوير المحتوى تطوير يزال على مستوى اللبس على مستوى الامج كيف تشتغل عليها هذا كله جزء من الاستثمار في حالك اذا انت ما استثمرت بحالك كيف ما استني ناس تستثمر فيك خلص 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 صحنا بنوقع أنا وانت خلص هم عم نجيبوا العقد يا جماعة بدي أقولكم شغلة أنا مش مصدق أنه صاري لنا ساعة وربع بنسجل طيب الوقت مع هذا الإنسان بطير بسرعة الوقت أسرع من الوقت سرعة الضوء عمر شكراً حبيبي شكراً لك يجيت كثير مبسطت أتوقع لازم نعمل بودكاست ثاني عن إدارة الأعمال حاضرين مش إدارة المشاهير لا إدارة الأعمال موضوع السي او والكاشفلو مهم مهم هاي موضيع أنا بحبها كمان أنا كمان فبنا نعمل حبيبي نورتنا بدك تضيف إشي بدك تسأل إشي لا أنا بس بدأ أحكي لك أنه أنا كثير بحبك على السعيد الشخصي أنت إنسان رائع وإلى الشرف أكون معاك في البودكاست كثير مهم تعرفوا أنه أنا كثير متحمس لهذه الحلقة تطلع وكثير عارف أنه رح يجينا هجوم من المواضيع اللي حكيناها وكثير عارف أنه إحنا وعينا كثير ناس على أشياء معينة هم وما كانوا وعين عليها بتمنى أنه هاي الحلقة تركت أثر إيجابي لأنه الإنسان قيمته بشو أثر بترك وهذا زل ما بترك أثر كثير كبير فعشان هيك أنا متحمس كثير كنت الحلقة معك وكثير مهم كمان إن نجيب العقد عشان نوقع تفيد لي قلبك يا رب نورتنا عمر حبيبا لي بوجودك شكرا إليك